طيب المخابرات البريطانية تتحدث عن استحالة استخدام الأسلاح الكيميائية أو النووية في الفترة الراهنة من الجانب الروسي تقول بأنه لا وجود لأي نية حقيقية لدى الإدارة الروسية في استخدام هذا السلاح في الفترة الراهنة هكذا أبدت التقارير الاستخباراتية البريطانية بماذا تعلق؟ هذا رأي هذا رأي ربما هما حتى المخابرات البريطانية أرادت من خلال هذا التصريح جس النبض لدى الجانب الروسي هل هو جاد أو غير جاد يعني أنهم دائما يقيسون الفعل وردة الفعل حتى التصريحات السياسية من غبل خارجية أو الدفاع أو المخابرات البريطانية أو الأمريكية ترى هذا التراشق الإعلامي هي أيضا رسائل استخباراتية القصد من وراءها يعني جس النبض عسكريا وسياسيا ودولماسيا هما يريدون ردة الفعل الروسية يقيسون على ردة الفعل فلا تأخذ أي تصريح من الجانب الأوروبي بصورة عامة والبريطاني بصورة أخص بمحمل الجد بمعنى هذه كلمة تقال هكذا لأجل قياس ردة الفعل الروسية ربما يظل احتمال لكن أنا اللي أرى من خلال قراءة المتواضعة أستبعد أيضا هذا الأمر لسبب لأن الرئيس الروسي بوتن يريد أن يطيل أمد المعركة إلى الشتاء الغاز هي السلاح اللي يستخدمها حاليا بوتن سلاح الغاز ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا